أهلا ومرحبا بكم نهار اليوم كانت الأجواء خريفية لطيفة ومستقرة عموما في معظم مناطق المملكة وفي عمان كانت حوالي 24 درجة مئوية والآن تنخفض إلى 18 درجة مئوية وهي أعلى من هذا الوقت من الليالي الماضية وتكون أجواء صافية أيضا خلال هذه الليلة تنخفض إلى 12 درجة مئوية وأيضا تكون أقل برودة من الليالي الماضية أجواء صافية نوعا ما وحركة الرياح تكون جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة لنهار الغد ترتفع درجات الحرارة أكثر لتصل إلى 25 درجة مئوية وأيضا تكون هناك غيوم على ارتفاعات مختلفة لتكون أجواء غائمة جزئيا وحركة الرياح تكون نشيطة خلال نهار الغد لتثير الغبار بالأتربة في عدة مناطق وهي رياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة وكما قلنا تنشط لاحقا والآن مع درجات الحرارة المتوقعة خلال هذه الليلة وأيضا خلال نهار الغد نبدأ كالعادة من المناطق الشمالية من البلاد في إربط حوالي 14 وفي عجلون 13 مئوية كذلك الأمر في السلط وغدا 26 وأيضا في المفرق 26 درجة مع تواجد الغيوم على ارتفاعات مختلفة 11 في الزرقاء و6 درجات في مطار الملك علياء ترتفع إلى 27 و23 في منطقة السويلح في مرج الحمام 14 والبحر الميت 23 غدا 32 أجواء حارة نسبيا وفي الأغوار حوالي 30 مئوية 9 درجات في الرشادية 11 في معان وفي وادي رم حوالي 17 مئوية غدا ترتفع إلى 30 وفي العقبة حوالي 31 مئوية نستمر إلى الصفاوي 11 هذه الليلة أرويشة 6 درجات فقط أجواء باردة فعلا غدا حوالي 27 درجة مئوية والصفاوي تكون 26 درجة إذن لنهار الغد ترتفع درجات الحرارة أكثر لتصل إلى 25 درجة مئوية أجواء خريفية مائلة للدفء نوعا ما وليلا تنخفض إلى 16 درجة وتظهر غيوم على ارتفاعات مختلفة تستمر هذه الأجواء ليومي الخميس والجمعة كما نشاهد هناك انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصل إلى 24 ليوم الخميس وتنخفض أكثر ليوم الجمعة إلى 23 درجة مئوية وتظهر غيوم على ارتفاعات مختلفة وليلا تنخفض إلى 17 درجة مئوية انتهت النشرة الجوية والعودة للزميلة لنا في الأخبار